لما بصري أخصائية العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي الحاصلة على درجة الماجستير في التحليل الحركي والتحكم العضلي رغم التحديات التي واجهتها استطاعت لما أن تثبت جدارتها كأخصائية علاج طبيعي في مجال الطب الرياضي بل وكأولى الأخصائيات في تأهيل الرياضيين والرياضيات بالإضافة إلى كونها أول أخصائية علاج طبيعي ترافق البعثة السعودية في الألعاب الآسيوية بجاكرتا من أكبر التحديات أني أكون جزء من المجتمع الرياضي كأخصائية علاج طبيعي كوني أمرأة بس دات تغيير سعر الحمد لله والرياضة النسائية كبرت عندنا في السعودية وكوني أخصائية علاج طبيعي في تأهيل الرياضي قدرت أحط بصمتي في الرياضة النسائية اختارت لما مجال تأهيل الرياضيين لانجذابها الدائم للرياضة ولرغبتها في تحسين أدائهم الرياضي مما يجعلها جزءا من المنظومة الرياضية والتي تسعى لتثقيف الرياضيين وزيادة وعيهم واجبي كأخصائية علاج طبيعي أني أنا أزيد من التوعية والتثقيف في المجتمع الرياضي خصوصا للنساء وواجبي كأخصائية في المجال الرياضي أني أنا أزيد منطقتهم في نفسهم ثقافتهم الرياضية والعداء الرياضي حقهم استطعت لما أن تشق طريقها نحو هذا المجال الذي كرست له الكثير من الوقت والجهد متأملة ومتطلعة أن تكون ذات دور فعال وبصمة واضحة من جدة حنان بخاري العربية